الربح من البرمجة بدون خبرة وازاي تقدر تكسب اكتر من مئتين دولار الشهر وانت وشاطرتك وان شاء الله الفيديو ده مهم ليك لو انت عاوز تشتغل في مجال البرمجة وانت معندكش اي خبرة خالص هتتعلم ازاي تقدر تربح في الدولار الامريكي يلا بيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي اليوم ده يهم ناس كتير اوي كان مبساء تتعلم مجال البرمجة دلوقتي مجال البرمجة بقى محدود ليه لان الزكاة الاصطناعي اخد مجمع كل حاجة لكن شغل المبرمج هيفضل مبرمج زي ما هو لانه هو فاهم بيعمل ايه لكن الزكاة الاصطناعي ما هو انك تديلك بعض المعلومات انا عارف انك مش فاهم اي حاجة لكن انا اقولك بالتبصيل ازاي تقدر تربح من مجال البرمجة وبدون اي خبرة لما تيجي تروح عندك في مواقع العمل الحر زي اوبورك او فايفر انا بلغتي اخش معكم على نصة فايتل يعني المنصة دي في حد طلب مني كود برمجة معين انا اشوف سعره قد ايه وابدأ اقايم السعر بتاع الكود ده ومن خلال الزكاة الاصطناعي انا مش محتاج ان انا اكتب اكواد او محتاج ان انا اكتب اي حاجة ادي شغل الموقع ودي الوظائف اللي موجودة هنا عندك هما ويبسايت زاردونار ايه هو مطعم المواقع عندك هما وعندك هما وعندك هما وعندك هما وفيه عندك طب الوقتي انا عايز اشتغل في حاجة معينة في حد طلب مني قبل كده اللي هو حساب مؤشر قتلة الجسم يعني لما حد يجي يكتب بطول والوزن بتاعه يظهر له هو مؤشر يعني مؤشر قتلة الجسم هل هو عنده مرض سمة ولا هو عنده مرض محافة ولا هو في الوزن المساني اللي هو البي ام اي اه اه داخلنا هنا مؤشر قتلة الجسم او البي ام اي زي من انت جاءت كده بعد كده بضغط على انتا هستنى مش هيا كده لحد ما يظهر بي ان في واحد هما عاوز يشوف حسار مؤشر قتلة الجسم اللي هو الحساب ده بيعامل تمانين دولار امريكي يعني خلي بالك ده عشان تعمل كود بس ده محتاج تدفع تمانين دولار امريكي عشان يعمل لك الكود ده انت تفهم كل حاجات دلوقتي يعني ايه مؤشر قتلة الجسم يعني ايه لانه يجي انت تكتب طولك ووزنك هو بقى بيقول لك انت وزنك ده محتاج انك تروح تخسس نفسك وانا محتاج تروح تدخن شوية ولا انت كده في الوزن المسادي طيب اعمل كل ده ازاي طبعا احنا هنروح لحبيب الملايين والموقع ده هسيب لك حساب مجاني في الرابط اللي مقصد بقى بجد حساب مجاني قدر تقدر تخش عليه كده وتكتب اللي بتاعوزه طيب دلوقتي بقى انا هكتب هنا اقول له اعوز هنا قود احساب معشر كتلة الجسم تمام احترافين بعد كده هنا بيبدأ يكتب لك بقى هنا يقول لك هنا بالطبع لحساب معشر كتلة الجسم استخدم الكود ده انت مش محتاج تكتب اي حبل خلص هو يكتب لك كل حاجة يعني الحاجة المزعلاني انه لما كنت بتشغل في تصميم المواقع قبل كده بصراحة بعض معي خطرة طويلة دلوقتي بقى بيسهل لي كل حاجة جدا بس انا زي ما انا قلت لك انه مبرمج بقى ما تلغيش لانه هو فاهم هو بيعمل ايه يعني القود ده اول فاهم هيتحط فيه بس ضبط فيه في الويب ساعته لكن انت لو مش فاهم لازم تتعلم التحصيل الصويرة دي علشان تبدأ تشتغل في البرمجة الخاصة طيب المفروض ده اعطيش القود ده فينه كل علي بس ان انا بطلع فوق هنا كده بروح عندي على اه وقنا بس ما وغط عليها كده خلاص دلوقتي بقى هضيفي القود ده عندي في الويب سايت او بتاع العميل عنشان اقدر استعمل له التمانين دلوقتي بروح عندي على الويب سايت بتاعه بروح عندي كده في اله انا عبيقولي في الورد بريس انا اروح عندي في الورد بريس وقلب اضبط على كلمة اما ان دي ملخصص تمام وابدى اعطيش الكود بتاعي هنا بقول له تمام وانه هنا معينة زي ما انت شايف ايه انا قال لي حساب موشر كتلة الجسم انا بس وجودة بانا بعمل نشر نشر كده تمام انا قد كالتاني نشر ساعة شوية لحد ما يتم رفع المقالة بتاعتنا او الموضوع بتاعنا دلوقتي انا علشان اعمل مشاهدة للمقالة دي او الموضوع اللي انا كتبته واشوف موشر كتلة الجسم هزر معايا بالشكل عامل ازاي لما اجي انزل تحت كده يزهرني بالنظام ده كده تمام قد اكتب حساب موشر كتلة الجسم وهنا الوزن الصفحة بس توضح معايا كده وعرجع عليكم تاني وزي ما انت شايف كده قدامك ادى حساب موشر كتلة الجسم زي ما احنا وضحنا قالك هنا الوزن بيكتب بقى الشخص بيكتب وزن يعني شفت البرمجة الخاصة دي موجودة في الموقع بتمانيين دولار اللي احنا اصلا عملناها ما خددش معنا خمس ثواني على بعد مش محتاج خبرة ان احنا تتعلم برمجة طول ما معك او اللي هو دايما موصة جديدة دي او بارد حاجة زي كده اي اي بس يفضل انك تستخدمها تكون خبيفة شوية نقطع تتكلم باللغة العربية او الناس اللي هو كلامها محدود قوي في اللغة الانجليزية لكن انا دلوقتي عملت الكود خلاص ببدأ اكتب الوزن بكتب اي وزن بقى يعني وانا افترض واحد وزنه سمعين كيلو او طول مية واحد وستين اقول له احسب بالمؤشر بقول له مؤشر قتلة الجسم عن ديانة اللي هو سبعة وعشرين واحد من عشر طيب انا ممكن اصلح الوضع شوية بحيث ان انا ادي امر ان هو يقول لي ان مؤشر قتلة الجسم ده لما يكون مصبوط اقول له انه لوز ومساني او يكون عاني اقول له انه هو عنده مرض سنة او يكون لازل قوي يكون عنده مرض نحافة هرجع انا زي ما انت شايف كده انا كتبت نفس الكلام اللي فوق بس نعطل ويتم توضيح فيه مؤشر قتلة الجسم سواء كان في الوزن المثالي او عنده مرض نحافة او مرض السنة هيبدأ هو يكتب لي نفس الاكواد اللي كانت عندي بس على ما يبدأ يكتبها انا هرجع تاني على المنصة بتاعتي وابدأ ارجع تاني على كتابة المقالات واشوف المقالة اللي انا كنت بكتب فيها وبروح عندي على كلمة المعينة هنا واروح عندي على اتش تي ام لوقت تحديد الكلب وبرجع تاني لمنصة بطلع فوق كده شوية وهنو هنا كابي كود اللي احنا كنا كاتبين ومن شوية دلوقتي كابي كود وترجع تاني على المنصة بتاعت الورد بريس بتاني هنا دست او بس كمانا? عادي كده هنا بتضغط على كلمة المعينة وبترجع تاني تقول له تحديث علشان يبدأ يحدث لنظام اللي احنا عاملينه من شوية. عادي كده بتضغط على كلمة مشاهدة المقالة وبيبدأ بقى يوريك الشكل النهائي اللي احنا عاملينه او البرمضة الخاصة لحساب مواشر كتلة الجسم عندنا في الموقع بتاع الشخص اه هو طالب لننا الشغل. دلوقتي هنزل تحت كده. وهستنى بس الموقع يفتح معكم. وزي ما انت شايف كده الموقع بعد المفتح هابدأ اكتب بقى الوزن. باكتب الوزن هنا ثمانين كيلو. وهنا افترض ان الطول هيبقى مية برضو واحد وستين. وقول له احسب مواشر كتلة الجسم. قال لي هنا المواشر تلاتين والتصنيف السنة من الدرجة التانية. هو الوصف انك تعاني من السنة تحتاج الاستشارة بالطبيب. يعني لو جيت خفض الوضع كده شوية خمسين كيلو. قال لي هنا الوزن طبيعي لو عربعين كيلو. اكيد هيقول لي في سنة او نحافة. لو زي ما انت افوا نحافة. انا اقول لك انا لديك وزن مقفض جدا. مفضل ان تستشير طبيع. دي سمع البرمضة الخاصة اللي انت اصلا بتدفع لها اه او الشخص اللي هو عاوز البرمضة دي اللي يتفعله او بيروح له. لازم يدفع على علشان يعمل ده وهو بيعمله على او هو كان بيعمله بشكل يدوي. لكن خلاص بقى يعني لجى الشغل ده خالص على النصة. فانت لو تعرف تستغلي الشغل ده او تروح عندك على منصة او تروح منصة او لنصات التانية المشغلة بالعمل والحرب. تقدر يعني تجيب شغل منه عن طريق البرمجة وتستغلي بس الفكرة كلها انك تقوم فاهم يعني عن ايه وفاهم يعني ايه وفاهم يعني عن انظام الويهي. فين انظامها كتيرة الناس بتستقدمها. يعني حاول انت تعمل المحتوى ده انت بنفسك وتعمل اعلان لنفسك على المنصات دي علشان الناس تخش لك. يعني تبدأ انت تجني ارباحك من طريق البرمجة وانت ما عندكش اي خبرة خالص لكن يعني هيحل محلك في كل حاجة دلوقت. وصلصا في مجال البرمجة. وفي الايام اللي جاية لسه هنشوف. ربك لا نشرح انتهى. اتمنى يكون نشرح عجبك. يا ريك من سنساش ترعبني بلايك وسبسكرايب القناة. ولو اعتقد اي حاجة ترد اتواصل معي في كومنت وارد عليك ان شاء الله. وشوفكم في حلقة جديدة مع السلامة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.